خلينا نبدأ أول حاجة مع اتحاد الكورة والحقيقة يعني الأيام الأخيرة طبعا شهدت العديد من يعني مش حول الانتقادات ولكن على سبيل التساؤل كيف يدار اتحاد الكورة الحقيقة في الفترة اللي فاتت وكيف تتم الأمور وكيف تتخذ القرارات ما بين قسين معظمها قرارات قد تكون عشوائية خاصة في ملف المدير الفني بعد جدل طبعا بعد خروجنا من دور الستاشر الكل طبعا كان متأكد أن لا وجود لروي فيتوريا في المنتخب المصري ويجب رحيله بشكل سريع جدا لأن ما قدمه الحقيقة روي فيتوريا في البطولة الأفريقية الحقيقة كان صدمة كبيرة جدا جدا على المستوى الأداء الفني والسيطرة على غرفة الملابس وقرارات إدارية خاطئة وعشوائية في الأداء كل اللي أنت عايز تقوله مما أدى طبعا لرحيل روي فيتوريا ما بعد رحيل روي فيتوريا الحقيقة كمان كان في بعض القرارات أنا شايف أنها ما كانتش يعني كانت قرارات سريعة غير مدروسة الجزء الأولاني كان في يعني كان فيه اتجاه واضح لاتحاد الكورة بتعيين مدير فني أجنبي خلفا لروي فيتوريا ده اللي طلع من اتحاد الكورة على لسان بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة المصري وكان معروض طبعا على سبيل المثال رناينر طبعا المدير الفني الحالي المدير الفني الفرنسي المنتخب فرنسا للسيدات وطبعا عنده خبرات كبيرة جدا على مستوى أفريقيا خاد بطولة أفريقيا يمكن مع سهل العاج وخاد بطولة أفريقيا مع زامبيا وعنده سوالات وجولات على مستوى الأفريقي كان كمان المدير الفني المنتخب السعود يعني تكلمنا شوية أو طلعت أخبار شوية عن هذا المدرب الحقيقة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم يعني بيتوجه للتعاقد مع هذا المدير الفني وكل الناس كانوا بتتكلم أن المدير الفني القادم هو مدير فني أجنبه الحقيقة كمان تم اختار الكابتن محمد يوسف كابتن محمد يوسف طبعا واحد من الكوادر الجيدة جدا ومدرب قدير عنده كمان خبرات كثيرة جدا على مستوى أفريقيا في دفوز طبعا بالشامز ليجل أفريقيا مع النادي الأهلي ومدرب الحياة مدرب واعد ومدرب كبير تم الاتفاق قريدي مع محمد يوسف ليكون المدرب العام للمدير الفني الأجنبي اللي حييجي أنا أقول لحضراتكم كل ده حاجات ظهرت خلال يومين في اتحاد الكرة قرارات إن احنا خلاص المدير الفني القادم هو مدير فني أجنبي تعيين الكابتن محمد يوسف مدرب عام مع المدير الفني الأجنبي القادم مفيش 48 ساعة وكان القرار مفاجأة الحقيقة للجميع مش مفاجأة لاختيار الكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن يعني عنده خبرات تدريبية كثيرة جدا جدا راجل عاش في أدغال أفريقيا عارف الأجواء بشكل كويس جدا وعنده من الشخصية وعنده من الإمكانيات إن شاء الله إنها تكون سبب من أسباب نجاحه وعند كابتن حسام حسن الحقيقة دايما دايما لازم يكون فيه مساندة يعني كابتن حسام حسن هو كان مطلب شعبي على فكرة يا جماعة يعني كان مطلب جماهيري كبير جدا كابتن حسام حسن يمكن من 2018 وما تلاها هو دايما لما بنجيب سيرة المنتخب ومدير الفني المنتخب بيطلع اسم الكابتن حسام كمطلب جماهير الحقيقة كل الناس بادعوا كل الناس لدعم هذه التجربة ومن الظلم حقيقة إنك تحكم على التجربة من قبل بدايتها الحقيقة كابتن حسام حسن والجهاز الفني اللي هيعلن رسميا إن شاء الله يوم الأربع القادم في مؤتمر صحفي سيعلن اتحاد الكرة الجهاز الفني بالكامل لكابتن حسام حسن لكن خلينا على مسألة الدعم وإن احنا نعمل support للمدير الفني الوطني كلنا بنتكلم إن المرحلة اللي جاية ديت محتاجين مدير فني وطني كنا بنتكلم إن كل نجاحات المنتخب المصري كانت عن طريق مدرب أو مدير فني مصري بداية من الكابتن محمود الجهر الله يرحمه للكابتن حسن شحاتة العظيم ربنا يدي له الصحة فكانت نجاحات خلال اللي يمكن القرن اللي فات أو العشرين سنة أو ثلاثين سنة اللي فات والنجاحات والبطولات عن طريق المدير الفني الوطني وبالتالي كان فيه توجه أو فيه كان فيه يعني الناس كانت عايزة مدير فني وطني حقيقة كل الدعم لكابتن حسن حسن لكن المشكلة مش في الكابتن حسام الحقيقة كابتن حسام قيمة وإن شاء الله ربنا وفقه مع جهازه لكن الحقيقة مع القرارات اللي يمكن كانت فيها نوع من أنواع يعني العشوائية شوية في الأسابيع الأخيرة موقف الكابتن محمد يوسف لغاية دلوقتي غامض يعني الكابتن محمد يوسف تم التواصل معاه وقعد في اتحاد الكورة أنت المدرب العام للمدير الفني القادم الكابتن حسام حسن جاي بالاصطاف بتاعه اللي شغال معاه خلال السنوات اللي فاتت بغاية دلوقتي الكابتن محمد يوسف ما فيش أي قرار أو ما فيش أي حاجة من اتحاد القورة تقول أنه هو موجود مش موجود بعض الناس بتقولك ممكن جدا يمسك وكلمة الأسف كلمة ما بين قسين طردية الكابتن محمد يوسف دي كلمة عيب أو تتقال يعني تتطلع تقول خلاص حنرديب بمنتخب ما فيش كده في الدنيا جماعة يعني ما فيش كده في الدنيا كل واحد عنده يعني عنده سي بي بتاعه سي بي محترم السي بي ده زي ما بقولك سي بي هو كان قادر على مهمته أن يكون مدير أو مدرب عام للمنتخب حتت بقى أن احنا طب حنردي عشان ما يزعلش نمسكه منتخب من منتخبات شباب أو ناشئين الحقيقة برضو ده نوع من أنواع العشوائية والغير مدروسة فعايز أقول لحضراتكو الجزء ده كان مهم جدا أن احنا كمان نشتغل اتحاد الكورة الحقيقة أنا كنت متوقع حاجة غير كده يعني أنا على المستوى الشخصي كنت متوقع أن اتحاد الكورة هيكون حريص جدا 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 في قراراته بعيدا عن طبعا قيمة الكابتن حسام حسن لكن على مستوى على مستوى القرارات اللي بعد الخيبة الكبيرة جدا وخيبة الأمل في بطولة أفريقيا هيكون فيه نوع من تنظيم العمل شوية تنظيم العمل من خلال إنك بتعمل حاجة وبتعمل وبتقدم شيء للجماهير المصرية إنك تقول لها لأ إحنا عندنا بلان وعندنا مشروع هنشتغل عليه وإحنا بنعتذر وكمان البيان الاعتذار للأسف كان بيان سيء جدا جدا لا يليك حتى بعقلية أو استخفاف بالجماهير المصرية الحقيقة وكان من الأولى إن إحنا يعني ما نطلعش البيان ده ونطلع خلال مؤتمر صحفي نقول والله إحنا شغلنا الفترة اللي جاية هيكون موجود دلوقتي عندنا مدير فني للاتحاد الكابتن علاء نبيل شخصية يعني قادر على إن شاء الله إنه ينجز عمله بشكل جيد جدا كان من المتوقع دوت إن إحنا تحطلنا بلان وتحطلنا خطة وتحطلنا إيه مستقبل الكرة المصرية خلال الفترات اللي جاية وعمل البلان بتاعك اعمل بلان لمدة عشرة تمن عشر سنين قدام وطلعوا على الناس وقول دي خطتنا ولكن للأسف الحقيقة ما فيش خطة لغاية دلوقتي أو ما فيش بلان لغاية دلوقتي وإن الموضوع كله يعني اتحاد الكرة يعني اختصر كل المشكلة في خلاص حضراتكو بتطلبوا بحسام حسن اتفضلوا كابتن حسام حسن وبالتالي ترفع كل الضغط على الاتحاد المصر القطل القدم وباء كل القويل والقائل كابتن حسام حسن الجهاز الفني بتاعه كابتن حسام حسن المؤيد ليه والمعارض ليه وكل دوة الهيصة وانسينا تماما الهدف الرئيسي للفترة اللي جاية هو انك لازم يكون عندك هوية لازم يكون عندك تخطيط لازم تحط برامج مميزة لازم تنهد بالكرة المصرية وتاني انا قلت يا جماعة سدوني انا قلت دالله هيحصل ان احنا كل اللي هنعمله هنغير المدير الفني سواء اجنبي سواء وطني هنغير الحتة دي والدنيا هتمشي لا الدنيا مش هتمشي انا اتمنى الدنيا تمشي للكابتن حسام حسن لكن هتمشي قد ايه وتمشي فترات قد ايه والنجاحات هتكون مستمرة ازاي ما فيش نجاحات مستمرة بدون تخطيط ما فيش نجاحات مستمرة بدون بلان ما فيش خطوات هتبقى نجاحات على المستوى كس العالم اللي جاي وبطولة امم الافريقية اللي جاية وبعدين منتخبات الشباب والناشئين والاولومبي خلال العشر سنين اللي جاية مش هتلاقي نجاحات طول ما احنا ماشيين بهذا الشكل طول ما احنا خلاص بتشتغل من فوق منتخب اه هنغير مدير الفني تمام الامر مش هتستقر على كده لازم يكون فيه اصلاح من تحت واكبر دليل عن اللي بقوله احنا عندنا كوادر اه عندنا كوادر عندنا امكانيات عندنا امكانيات قد تكون الامكانيات بالنسبة للمدربين المصريين التالنت عندهم تالنت للتدريب قد ما ينقذ البعض عملية العلم عملية انه هو دايما الدراسة والاستطلاع والرخص التدريبية الصحيحة اللي فعلا بتتصقف المدرب المصري دي لازم تكون مجودة قد تكون دي غايبة عننا شوية حتى احترامي طبعا لكل الرخص اللي بتطلع اللي ممكن يقعد اسبوع وياخد الرخصة ايه الحاجات دي الحقيقة لازم تدرس بشكل اكثر احترافية لان الدراسات دي بتبقى دراسات مهمة جدا جدا انت عندك تالنت عندك شخصية عندك جزء من الموهبة كإدارة فنية او مدير فني ولكن لازم تسقل بالعلم ده مهم جدا الفطرات اللي جاية وده شيء مهم وده واجب على اتحاد القوة